السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام متابعي قناة بيزا بيست وان التعليمية مستمرين معاكو زي ما وعدناكو لحد ما تسلموا الابحاث في الفيديو ده هتعرفوا التعليمات اللي وصلت المدارس ومهمة جدا لازم تتابعوها أثناء تسليم البحث هتعرفوا نوع الظرف اللي لازم تحطوا فيه البحث بتاعكو وحتعرفوا يا طرن سلم الله الظرف مفتوح ولا مقفول وتعليمات تانية لازم تعرفوها تابعونا لنهاية الفيديو أول حاجة تعليمات هامة جدا لتسليم مشروعات الأبحاث الطلابية وحرصا على سلامتكم مواعيد تسليم البحث كلنا عارفينها من 9.5 حتى 16.5 بعد كده خطوات ومتطلبات تسليم الأبحاث الورقية الطلاب اللي حيسلموا البحث بتاعهم ورقي للمدرسة أول حاجة حضور فرض واحد فقط للتسليم طالب أو طالبة أو ولي أمر واحد بس اللي يروح يسلم يا الطالب يا الطالبة يا ولي الأمر طب لو هما مجموعة لو مجموعة مشتركة في البحث أيضا حضور شخص واحد فقط لو إحنا خمس طلاب عاملين بحث واحد طالب واحد فيكو بس هو اللي يروح يسلم البحث رقم اتنين يوقع ولي الأمر على تعهد بالمدرسة في حالة تسليم البحث إلكتروني مع تقديم إفادة بتسليم البحث والنقطة دي خاصة بالطلاب اللي حيسلموا أبحاثهم على منصة إدمودو إن هم ولي الأمر حيروح يمضى على تعهد في المدرسة إن هو سلم البحث بتاعه إلكتروني وحيكون معاه إفادة بتسليم البحث طبعا ده حيضمن حقه في تسليم البحث رقم ثلاثة برجاء ضرورة ارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة الجميع والانصراف مباشرة من المدرسة فور تسليم الأبحاث وعدم الانتظار لأي سبب آخر والإجراء ده طبعا للحفاظ على سلامة الجميع سواء مجموعات المدرسين اللي بيستلموا من نوكو الأبحاث أو سواء الطلاب وأولياء الأمور خلي بالك بقى من نقطة الرابعة لأنها مهمة جدا عشان محدش يرجعك تاني إحضار ظرف أبيض مقاس A4 ووضع البحث بداخله وعدم ثاني الأوراق نهائيا حيث لن يقبل أي أوراق بغير هذه الطريقة يعني ممنوع منعا بدا أن أنت تطبق وراء البحث ممنوع هم عايزين الوراء مفروض طبع علشان تسلموا مفروض لازم تحطوا في ظرف A4 الظرف A4 ده بنجيبه منين؟ بيكون متوفر في جميع المكتبات روح أي مكتبة وقول له عايز ظرف A4 هيدهولك بتحط في الورق بيكون الورق مفروض هو على مقاس الورق أساسا طيب ومطلوب منك كتابة أي كمان؟ كتابة كود الطالب والصف زي ما احنا كنا شرحنا في الفيديوهات قد القود وقد الصف الجي فايف دي يعني الصف إيه؟ الصف الخمس اللي ابتداء وعدم غلق الظرف إلا أمام اللجنة أي والناس اللي بتسأل أود الظرف مقفول ولا لازم أود مفتوح؟ لأ حتود مفتوح ما تقفلهوش غير قدام اللجنة اقفلوا براحتك قدام اللجنة لازم اللجنة تتأكد إن البحث جوه الظرف لأن بقولك وعدم غلق الظرف إلا أمام اللجنة وذلك لمراجعته قبل الغلق والتأكد من إغلاقه أمام اللجنة واستلام إيصال استلام من المدرسة يعني خلي بالك بعدما اللجنة ترجع البحث بتاعك وتتطمن عليه لازم تتأكد إن أنت قفلت البحث كويس قدام اللجنة وكمان ما تمشيش لما تاخد وصل استلام لازم تاخد وصل استلام إن أنت سلمت البحث خلي بالك لن يقبل أي بحث بعد الفترة المحددة من قبل الوزارة الوزارة ما حتقبلش من حد أي أبحاث بعد يوم 16.05 طب والطالب الذي لم يسلم البحث يعتبر راسب وله الحق في دخول اختبارات الدور التاني يعني اللي مش حيسلم البحث حيمتحن امتحانات الدور التاني زي ما قلنا قبل كده خلي بالك بقى من رقم 6 طلاب 3 اعدادي بالنسبة للصف الثالث الاعدادي لابد من تسليم نسخة ورقية للمدرسة حتى ولو تم رفع البحث على النت طلاب 3 اعدادي لو حدي فيك وعمل البحث بتاعه إلكتروني وحيرفعه على منصة إدموده خلي بالك لازم تاخد منه نسخة صوره وودي المدرسة لازم تود منه نسخة ورقية للمدرسة دي شيء ضروري دي اللي 3 اعدادي بس مش لكل الصفوف 3 اعدادي فقط رقم 7 يحتفظ الطالب بنسخة من البحث لديه في المنزل وذلك لاي امر يستجد دي الكلام اللي كنا قلنا عليه في الفيديوهات قبل كده لازم كل طالب يصور البحث بتاعه قبل ما يسلمه ويخلي عنده نسخة في البيت ليه لاي امر يستجد اما بالنسبة للطلاب اللي حيرفع الأبحاث بتاعتهم إلكترونيا على منصة إدموده فالخطوات والمتطلبات رقم واحد الطالب وولي الأمر ملزمين برفع البحث على المنصة التعليمية خلال نفس الفترة ولن يقبل أي بحث بعد تلك الفترة يعني محدش يقول بقى أنا حاخد البحث على استوانة ودي المدرسة محدش هيخد منك استوانات ولا فلاشات انت عايز ترفع الالكتروني من البيت من على الكمبيوتر بتاعك او التلفون بتاعك وارفع البحث لكن حتروح المدرسة يبقى حتسلم ورقي وخلي بالك ان برضو المنصة مفتوحة لك لحد يوم 16 بعد الفترة دي محدش حيابل منك المنصة حتقفل ومش مقبول منك أي أبحاث لورقية ولا إلكترونية وفي حالة عدم التمكن من ذلك يتم الاستعانة بمسؤول الحكومة الإلكترونية بالمدرسة لو انت بتحول ترفع البحث بتاعك على منصة دمودو وجهتك أي مشكلة معرفتش ترفع البحث بتاعك حتطلع على مسؤول الحكومة الإلكترونية في المدرسة وتستعين بيه حيساعدك في رفع البحث آخر حاجة سيتم البدء في تقييم الأبحاث بعد 16.05 وفق الخطوات المحددة من قبل الوزارة بعد يوم 16.05 هيبدأ تصحيح أعمال تصحيح الأبحاث بتاعتكم ودي كانت آخر تعليمات وصلتنا لو حصل فيها أي تجديد أو تحديثات أكيد إحنا معاكم هنعملكوا فيديو بيها لكن دي كانت أحدث حاجة وصلتنا في ختم حلقتنا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة